موسيقى 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 دايما نحنا موضعنا عم نبليش نتناوله أو عند الرجل بعدين بالأسبوع اللي جايه منحكي عن المرأة أو العكس يعني الاثنين عم يخدوا نحيباً بس أنا ليه بلشت هلأ يعني موضوعي أنا سميته ناجينج أو النق بالوقت يا ليه هيدا التسمية إذا بديك أنا مش مقتنع فيها يعني أنا شخصيا منا مقتنع بتسمية نق لأنه هلأ لحن نحكي بسيق حلقتنا أنه بالفعل ما في شي اسمه نق يعني كلمة نق هي مثل منسمية وسيلة الدفاع نفسية بنستعملها بيستعملها الرجل أحياناً أو بمعظم الأحيان لحتى يطلب مننا تسكوت لحتى يطلب مننا أنه ما تطلب طلبات منه مش قادر ننفس ديك طلباتك أو ما تطلب اتصل فيك خبرك أنا وين أو إلى آخر هيفا مثل هيدا إذا بديك منسمية ميكانيسم دو ديفانس أو وسيلة من وسائل الدفاع لحتى يوقف شي هو عميزاجه والعكس صحيح كمان يعني هو كمان إذا عنده إصرار على طلبات معينة مننا إن كانت طلبات بسيطة أو طلبات جدية أكتر كمان هون هي وقتا بتقوله خلص حيش تنق مش معقول شو بتنق كمان هيدا وسيلة الدفاع هي بتستعملها لأنه هي بمطرح معين أو ما قادرة يمكن تمشي معه بها الطلبات أو ما قادرة تعمل بعض التضحيات اللي هو عم يطلبها أو مش موافقة على وجهة نظر بكل بساطة هو عم بيقولها بخصوص شي معين فهي كلمة ناق من هون جاية يعني ما فيه إلى تعريف علمي كلمة ناق مانا شي علمي أساساً نحنا يمكن من الدولة كتير هو تكرار الأشياء يعني وقتها بقلك مثلاً تنقول عند الولاد بتبلش بتسائب عشر مرات ساروا زوجك بيقلك مثلاً أنه بليز من بعد ما تنقول رد الجات على البراد بيرجع بيقلك بكرة ما بحب نترك الفواكة على المجلة بيرجع بيقلك بيرجع بيقلك بتصير نسمي أنا ليلة أنه تكررت بس إذا بتجي بتفكري بهيدا السيطواتيون اللي كتير بسيطة اللي هلأ حكينا فيها أنا وياك ليش تكررت؟ لأنه أنت مرد داية الجات على البراد ما أنت رديه؟ ما بتتكرر يعني بنا نفتل شو السبب؟ ببطل فينا بس مستير من نتقل على نوع تاني من النق النق موجود أساساً نحن تكريش مبارد كيف عم تحليليها للخبرية وعم تضطيع وتجملية لأ يعني لازم نعترف فينا لكن أنا بأمن بشغلة أنه الطرفين إذا عارفوا عن جد أنه يستوعبوا رغبات بعضهم أكيد وعارفوا يكون عندهم ثبر واحترام هولة ثلاث مكومات لحظت أنه ما ذكرت الحب يعني الحب مفروض أنه يكون موجود بارتبار مفروض من أمره بس بالفعل إذا قدرت أتفهم رغبات الآخر وأمره بعشر ثواني حط نفسي مكان الآخر وعرفت أنا أصبر وعرفت قد ما بقدر أحترم الآخر بفتكر ما بيكون عندنا مشاكل زوجية بتكون دينة بألف خير نحن أخذنا رأي الناس مثل العادة رولا ما هيك روايدة نحن أخذنا رأي الناس ونحن نشوف شوي شو رأيهم بالموضوع موسيقى الحمد لله أول نقاقة بالعالم مرتي الحمد لله لا منا نقاقة صبورة والله صبورة بكث في أغدتنا أعوذي بأن مرتي بتنق ويقول أنا مرتي كل يوم تحبها مرتي أنا ما بتنق ما بخليها تنق الحمد لله عايش كل مال الله خلي لي إياها يا رب في مرة بالدنيا ما بتنق الحمد لله مرتي صابقة ما كانت تنق بس بين النقا والنقا كان في نقا بنق كل رجال بتنق في رزال ما بنق عشوا بتنق كل شيء إذا ما في شيء يتنق عليه بتنق على حاله ما بيعز بوسي على أي شيء بنقه لرجال ما في نقا عند النسوان بالدام ما بيقولوا هني هني النسوان بيقولوا كذب ملحى الرجال وعن نسوانا النقا ملحى النسوان النقا كثير حكي ولا طعمي هيدا النقا بدنا نطلع نصهر أي ساعة جاي تعوّقت أنا لبست حطيت المكاب شوبيت قطعت الكهرباء يعني هات اسمه نا بدنا أي شغلة يلا سوية روئة بدنا بدلا يلا 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 طب ما عابلك روئة 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 هيدا اللي بجننه للرجال يعني إذا الطبخة ممنحة بيقولك زيت تيلة هيك مثلا إذا تأخرتي بنق يعني اشي كتير بنق الرجال شو ما بتقليله اوبزكسن هيدا ما عايزبني وهيدا ما بدي ايه وهيدا ما بدي اعمله وبالي هالمسوار بالي هالشاغلة إنه هيك صغلت النقا موجود مع الرجال ومع النسوان ومع الأطفال ما وقفت هي بس على النساء حتى ما نظلمون كتير ما تطلبي كتير وما بيعجبها العجب ولا الصيام بيراجب وبتقوموا من الصباح بدل ما تعملوا الفلجان القهوة بوج الصباح وكذا بتقولوا بتبلش جيب لي هيك وعمل لي هيك وليش اتأخرت وليش رحت وليش جيت وليش كذا هاي المرأة بس ولكن جلس اللطيف ما أحليهم هن ونقهم ومن دولهم ما فينا نعيش وينقوا مرتو نمبر ون اللي بتنق أول واحد طلع معنا قولتين معقول هو شو الناء يعني مثل ما كنا عم نحكي انه انه مفهوم الناء بيختلف هيدا شي نسبة احنا ما بنقدر نعرف عنه عند كل الناس نفس الشي يعني في كتير الرجال ممكن يقولولك اذا سألته السؤال مرتين او اذا اتصلت فيه مرة يمكن بعض الظهر لانه تأخر شوية نقول اذا اتصلت فيه مرة واسألته انه مأخر او وينك او حطينا الطاولة بدنا نتعشى ممكن هو يعتبر انه هيدا ناء بالوقت يلي بنجى نحنا منفكر بطريقة موضوعية هيدا مش ده انه هيدا استفهام عن تأخير معين يعني بالنهاية فيه شغلة اساسية انه الارتباط اول شي هو مشاركة بكل شي يعني وقته بناخد ارار الزواج هيدا الشي بيعني انه مجرد انه نحنا اخدنا هيدا الارار وانتقلنا تنعيش بنفس البيت وعم نعمل عائلة يعني استرنا شخص واحد وقتها منصير شخص واحد بدنا نتشارك بالتفاصيل المهمنه هلأ التفاصيل المهمة مش بكل الاحيان بتاعنا انه نشتري بيت أو نشتري سيارة أو يكون عندنا قرارات مصيرية عم ناخدها بعائلتنا تفاصيل المهمة هي التفاصيل اللي بتجمعنا سوا يعني المشاوير بتجمعنا سوا السهرات بتجمعنا سوا المشاوير طبعا للولاد بتجمعنا سوا حتى مشاوير يمكن كتير بسيطة مثل مشوار سوبر ماركت مثلا بيجمعنا سوا مشان هيك بدو يصير في مشاركة بهيد التفاصيل يعني بدو يصير في انه الاحترام رولا ما بيكون بس احترام بانه ما نوجه شتائم أو ما نوجه كلمات عاطلة لبعضنا الاحترام كمان بيكون بأنه ما ننطر التاني نعرف أنه إذا هالمشوار مثلا بقدر أعمله مش نهار الأحد لأنه نهار الأحد هو تنقول النهار المخصص لعيلتي أو لزوجتي أعرف أنا أنه أنا خصص هالنهار هيدا احترام هيدا رسالة احترام أنه أنا اشتقت لكم بحبكم وهيدا النهار أنا بقدر ما أعمل فيه تنقول هالارتباط أو هالمشوار ومخصصوا للكم ما ننطر يمكن زوجتي إذا أنا وعدة أنه جاي أخدها من مكان معين أو هي ما تنطر زوجة إذا هي قالت له مثلا ساعة أربع بترجع من الشغل وهي عرفت أنه بترجع خمسة كمان في عدم احترام أنه ما تبلغ فهون إذا منجي منو على كل هالتفاصيل البسيطة اللي عم نحكي عنا منلاحظ أنه بحياتنا فعلا الشي اللي اسمه نأ ممكن نحنا نخفف منه هلأ رولا النأ هو الإسرار على تناول نفس المواضيع بيجي إجمالا بثلاث مراحل أول مرحلة بيجي على شكل طلب يعني على شكل طلب بيصير بشكل لطيف مع اختيار كلماتنا وإلى آخره ميركي إذا إجاب هذا الأسلوب ما بيعد بيتكرر ما هو بديك تشوفه وقتا من إجاب هذا الأسلوب كيف تكون رادة الفعل محترنا يا أرعى يعني رح قلع بيقولولك حكيه بطريقة وعرفي وصل المساج بكون أسلوب منيح بتوصل الفكرة وبتوصل حسب الطرف الثاني حسب الطرف الثاني يعني يامن عنفه يامنن لا لا حقلك شو لا حقلك شو لسوق الحظ أكتر الكوبرز اللي بيصير فيهم مشاكل من اللي نحنا عم نعمل وصف لقلون أو عم نصفون هن الكوبرز اللي بيكون فيهم طرف من الطرفين عنده أنينية لأن النية اللي هي أنه أنا صح أنا بشوف الأشياء هيك لازم تصير وإنت بدك تعملها مثل ما أنا بشوفها نقطة على السطر بتشوف فيها أوقات عند الرجل بتشوف فيها أوقات عند المرأة هيدا بتخلقنا لأنه أنت وقتا بيكون زوجك عم بيقلك أنه بليز حبيبة أنا بفضل تعملي هالشغلة وإنت لشو ما قال لك وقد ما غنجك وقد ما هتم فيك خلص أنت تنعم وصرة أنه هالشغلة مش هيت بديك تعمليها فشو ما ثار ما منك حاضرة لولا تنازل أو منك حاضرة لرؤية جديدة من منظره للأمور تتقرأ بشوي ممكن ما تعملي له برثيتمان اللي هو بالدوية بس تقرأ بشوي من منظره للأمور فإذا صرنا عم نحكي عن أنينية هون فإذا نفرد النقلة لأنه لحي رجع يكرر الطلب لحيكرره كذا مرة أول ستيج مثل ما قلنا هو هالطلب يلي هو إذا بيخد مثلا إكزامبل كتير بسيط هلأ كتير منشوف نساء كتير بيلوم ورجالهم تنقول على عدم مشاركتهم بحياتهم اليومية بوجبات الولاد أو إلى آخره فإذا لحيخد إكزامبل أنه مثلا أنت نفرد قالت لزوجة أنه فيك أنت تبقى نهار ثلاثة وما بعرف أي نهار مثلا تجيب الاصابة من المدرسة فأنا ما عندي وقت مثل بأنه هيك طلبات أنت بتعرفي نهارة تتتتت هذه المرحلة بتطول شوي بس منوصل لتاني مرحلة يلي هي بيبلش الاتهام فيها يعني إذا هو ما أصغى ما كان عنده أصغى لحاجتها وما كان عنده وعي لعواقب هالموضوع لإله يمكن عم بتعبها هالموضوع يمكن عم تلحق تعمل الغداء يمكن ما بعرف شو حسب كل حدا إله الكيس تبعه تاني مرحلة بتكون أنه أنت واحد أناني أنت ما بتفكر بغير بحالك شو أنا قدي بدي أحمل أنا بتحمل مسؤولية البيت ظهرنا من أول مرحلة بولدو ناش بلاشي تكبر كوريت سلش بلاشي تكبر فإذا من الأول أنا بدي يكون عنده إدراك لحاجة الآخر تماقوصة للستايدج التانية أو للمرحلة التانية لأنه المرحلة التالتة هي الأسوأ المرحلة التالتة هي اللي بيصير فيها تراكمات يعني من بعد سنوات أو أشهر الامرأة أو الرجل بيصيرو يفكروا حسريا بالنقاط السلبية تبع الطرف التاني بيصير عنديك هالنظرة اللي خلص خدشت مثل ما بيقوله تشوهت مثلا عنديك حتى لو الشخص منيح معيك بتتناول إشياء ماضية بس ما تفكر أنا نسيت أنت كم مرة طلبت منك هالطلب ومعملت اللي إياه هاي كتير منشوفها بالكابل يعني بيصيرو ينفضو إشياء قديمة بنا نكفي بنفس الموضوع رولا نهار الجمعة اللي جاي أكيد مع إرشادات أكتر اليوم كانت إنترودكشن طرحنا اليوم بشو المشكلة أكيد بشو فيك الجمعة الجاي إن شاء الله رح نتوقف مع بريك ومن بعدها منكون مع الشف حسين وكمان رح نحكي عن المؤتمر الحقوق الأول للمرأة العربية تحت عنوان القوانين والتشريعات التي ترعى شؤون المرأة العربية